السلام عليكم محقيقين المحقيقات وحشكم بزاف مرحبا بكم في فيديو جديد وفي قضية جديدة كان شكركم بزاف على التعليقات اللي كتفرح وشكرا على التهاني ديالكم حيث وصلنا ل700 الف مشترك بقالينة 300 على مليون ان شاء الله انا عارفة في اكبيرة منكم ما بقاش كيوصل لها الاشعارات وهات الشي بصراحة ما غاديش اللصقه في اليوتيوب حيث انا السبب بنسبة 80% كان نغبر عليكم بزاف وهات الشي كيقلل من اقتراحات القناة اللي قدرني نقل حط ليكم فيديوهات كتر ونوى عليكم حيث كينين اللي تيبغوا يتفرجوا في القضايا الطويلة والمعاقدة وكينين اللي تيميلوا كتر القضايا الخفاف والقسيرة فغنحاول ان شاء الله ردي جميع الادواء يلا المحقيقين اللي عفارت موجودين نبدأو اشتركوا في القضايا قضيتنا اليوم غادي تكون هاد المرة في امريكا بالضبط في ولاية ايداهو كانوا واحدة من الموذن اللي كتنتامي لهاد الولاية اللي هي بوكاتيلو هاد المدينة معروفة باللي معدل جريمة نازل اغلبية صداعات كي يجو من السرقة يعني ما كيناش احداث اللي هي كبيرة عندهم كل شي بخير القضية هانية هاد المدينة غادي خلينا نتعرفو على كايسي بنت مراهقة اددت نيت في بوكاتيلو في ديسمبر 1989 كبرات فيها كايسي كانت واحدة اللي بنت زوينة ودكية وضريفة بزاف كانت بنت اللي كتحماق على الموسيقى وعزيزة على الحياة في 2016 بالضبط ديك الساعة كان عندها 16 عام كايسي كان عندها بويفرند اللي اسميته مات بيكام كانت غالبا في الويكند كانت مشي تدوزو عند عمتها منها كتونسهم ومنها كتقلست قبل يوم واحد لكليبات مربين نهار 22 سبتمبر 2006 كان نهار فين غادي جي كايسي عند عمتها اللي كانت وصاتها باش تقابل الدار والكليبات حيث اش العائلة غادي تكون مسافرة بره المدينة فكايسي مشات للدار مسكينة كيف العادة نهار 24 رجعت العائلة دخلت للدار ومتخيلوش اشنون نلقاوه الاشكالية ان ابنتهم الصغيرة اللي عندها 13 عام هي اللي سبقت والديها ودخلات شافت واحد للمنظر كان ابشع مشهد ممكن شوفوا بنت صغيرة لقات قدامها كايسي في الارض غارقة في الدمايات البنت غوتا تغوتا وحدا جاء والديها صدموا كانت اخر حاجة ممكن يتوقعوها هي جوت تفضارهم وديام من ديال كايسي هذه الساعة عايته على الناين وان جاو ما تعطلوش جا الفريق الجنائي اللي كان فيه الملازم روبرت راوش وعناصر معاه دخلو لقاوا كايسي ميتة وكل هاد ميت ضغيان تاشرة الاخبار في المدينة حيتاش كانت صغيرة ماشي صعيب يعرفوا الناس وما غادياش نعود ليكم على الناس اللي تصدموا وتخلعوا لأنهم مولفينش بادي النوع ديالجرائم وخاصة ان الضحية بنت مراهقة مسالمة شكلو يقدر يدير ديك الحالة في البنت؟ الرجع هذا بالعناصر التحقيق اللي الدول جدتها للتشريح والنتيجة بينات بيلي كايسي تلقى تقريبا 30 ضربة بالموس 12 من هالضربات سبوا في موتها كانوا في منطقة الصدر والمفاجأة هي أنهم اكتشفوا بيلي كينين جوجتهم مواس باش الضربات يعني ممكن اللي قتل كايسي ماشي غير واحد ممكن يكونوا جوج واخا هنا عرفنا السبب الوفاة ولكن علاش بنت في هذا كل عمر ممكن تقتل باديك الوحشية واحتعدت الطعانات والطريقة ديالهم كيبين بحالة اللي قتلها كان محلف عليها يعني بغي ينتقم منها فطبعا في هذا الحالة أول حاجة غادي يديروا يشوفوا كايسي مع من كانت وآخر واحد شافها هنا في الغي يمشي ولي عند عائلتا يشوفوا واش عارفين شي حاجة بلا منسوا الصديق والبويفرند ديالها اللي اسمته مات المحققين كتشفوا أن كايسي نهار 22 سبتمبر اللي هو نهار الجمعة كانت باقى حية والدليل هو واحد الفيديو تصور في المدرسة وكتبان فيه كايسي تسلم على شي حدوية واقفة كتتاخد شي حاجة من خزينات الكتب دياله كان هات الشي في الثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة قديل الصباح سالة وقت المدرسة تلامت خرجوا مع ثلاثة وخمسة وربعين ديالعشية هي في أشغال جيمومات كايسي آنا باش توصل البنتها وصديقها مات للدار عند عمتها كايسي كيف ما قلت لكم في الأول راه كانت دايرة تمشي عند عمتها وصلوا للدار مع هذيك الخمسة ونص كايسي ومات بقوا في الدار قلتين حتى لديك تسعود ونص أنا صونات البنتها باش طمأن عليها كايسي قالت لها باللي كتتفرج هي ومات فيلم قلت لها الأمور بخير كل شي هاني بلا ما تبقى مش طون عليها إلا كانت شي حاجة رهانة لغا نعييت لك فأنا مامة كايسي كتقول باللي هذي كانت آخر مكالمة بيناتنا ذهبا مرة هاتشي اللي عرفوا بوليس كمشتبه بي أول شكو في مات لأنه هو آخر الأشخاص اللي شاف كايسي وفعلا غادي يعتقلوه وجابوا حتى لعندهم باش يستجوبوه وذك شي اللي كان مات جا عادي الاستجواب وقال لهم باللي هذك النهر بالصح كان مع كايسي قلتوا يتفرجوا بلي في واحد الفيلم مرة نساعة باش صنات مامة كايسي ووقعت لهم واحد الحاجة غريبة تقطع الضوء وخافوا بزاف هنا في الوالدين مات عيطوا لي باش يجي للدار ومات قال لي هم باللي كان باغي يبقى مع كايسي حيتاش كانت خايفة ولكن والديه ما بغوش قالوا لي ضروري تلجع للدار ولا بغت كايسي ره ممكن جيت بات عدنا ولكن كايسي ما بغتش قلت لي ما يمكنش نخلي الدار اللي أمانة عندي ونخرج ونخلاها كاك من بعد والدين مات جاوا ودوا ولدهم معادي كل 11 واربع وكانت هذي آخر مرة غيشوف فيها مات كايسي حية الحساب ما قال البوليس أنهم عادي كتناش ونص حول عاية الكايسي ولكن ما جاوبتهوش وهنا ثالات الإدلاءات اللي اعتمت المحققين ولكن المحققين جا هم مات بحالك يكذب وخاصة أنهم من اللي علموا بأن كايسي ماتت هي الصديقة دياله الغريب أنا ردت فعله كانت باردة وهذا شي خل الشكوك تضرع لي هذا شي باش البوليس بالليهم باللي أحسن حال يديروا ليه هو اختبار كشف الكذب وفعلا دار هذا الاختبار المات ولكن جا بدون نتيجة لماذا؟ لأن مات ذاك شدي قال كله كان صحيح 100% ولكن قبل ما يطلقوه سولوا واحد سؤال كون من غيرك شاف كايسي هذا كالنهار؟ مات قال المحققين بالذي كالنهار جاوجوش دراري الأول اسمه براين درابر والثاني توري أدامسك بقوا واحد موت دا قصيرها مع هو وكايسي من بعد مشاوه الوقت اللي جاو فيه كان 28 دقيقة تفرجوا شوية فيلم كالبل مع كايسي ومات ومشاو مع ديك تعدونس اللي هي الوقت باش صونات مامات كايسي وكانو هما خرجوا ديك الساعة ذاك شي باش كايسي ما قالتش الماماها عليهم وهاج جوج كانوا صحاب كايسي في المدرسة كانوا معاها في نفس القاسم مهم ان البوليس فاش عرفوا باللي يدخلوا مشتبه بهم جدا في القضية ضروري غيجيبوهم باش يستجوبوهم ويشوفوا اش غيقولوا ليهم وذك شي اللي غيكون براين و توري جاوا وداروا تحقيق مع كل واحد فيهم ببحدهم مراهقين بجوج قالوا في التحقيق باللي فادك النار خرجوا من عد كايسي ومات ومشاو يشوفوا واحد الفيلم في السينيما ولكن المشكل اللي غيوقع هو من اللي غيعرفوا البوليس من واحد موظف خدام في السينيما قال لهم ان جوج دراري ما جوش للسينيما زيد عليها انهم بجوجهم ما عارفين ش الفيلم اللي كان كيتعرض ذاك النار في السينيما وهذا الشي كي يبين حقيقة واحدة وما كاش من غيرها هو انهم كيكذبو ولكن شنو لغي نخليهم يكذبو كينيجوج فراضيات يا خافوا تلصق فيهم الجريمة يا هم اللي دايرين الجريمة ما سابقوش الاحداث ونكملوا التحقيق دراري بجوج فاش واجهوهم المحقيقين بأنهم ما كانوش في السينيما اعتارفوا وقالوا ليهم فيرسيون اخرى اه بس صح الحقيقة هي انا ما كناش في السينيما كنا كنا نحلو الطموبيلات باش نسرقوهم وخفنا نطيحو في مشكلة فهذا الشي اللي خلانا نكذبو عليكم ولكن المحقيقين بالليوم باللي برايان وطوريكي كذبوهم خبين شي حاجة مكبر فقروا انهم حتى هما يدوزوهم في السكانير زعما انا غيدر لهم اختبار كشف الكذب ولكن اللي غيوقع هو ان برايان ما اللي عرف راسه غاد يدرلي التست بده تدري كيبكي وقال يوم صافينا نجيكم الحقيقة قل اسمع المحقيق المكلف بالقضية ما قلتش لكم في اللول بان قانون الولاية غالبا بالنسبة المتهمين ولا المشتبه بهم اللي كيكونوا قاصرين كيحضروا معهم وليديهم تفي حالة برايان وطوري كانوا والديهم معاهم في التحقيق فمن اللي برايان بغي يعطي اقوال جديدة في القضية كانوا والديه قالسين معاه وكيسمعوا قاعدك شي اللي كيقول اللي قال البوليس باللي في هذا النهار مرة ما جاء وتفرجوا شوية مع كيسي ومات جاءت واحد اللحظة قالوا الكيسي بالليغة يمشي وغير الطوالد ولكن هما فين مشوا المساخات مشوا حلوا الباب اللي ما بين الدار والقاراج وخلوهم محلول باش إلا رجعوا يسهل عليهم ويدخلوا أنا كانوا مخطين أنهم يرجعوا ويقطعوا الضو ويخلعوا كيسي في اللول ولكن فاش رجعوا وقطعوا الضو هرسوا شي حاجة باش يخليوا كيسي سهبط القاراج بوحدة ولكن كيسي ما هبطعتش وبقات معه مات فهم باش يتأكدوا أنها بوحدها سونا والمات اللي قال لهم بلي راه ما مهجات الدير وكيسي بقات بوحدة في الدار آه دا بتأكدوا أنه بوحدة عوض يخليوا تهبط عندهم هم اللي طلعوا عنده وباش ما تعرفهم ش كانوا دايرين ماسكات وهزين معهم مميس يقول براين أن توري في واحد اللحظة بدأ يضرب كيسي بالصح بالموس ولكن هو متافقين غير يخلعوها ولكن توري تقلب وبدأ براين كيبكي ويقول بوليس باللي كنا غير ضاحكين كنا غير ضاحكين ولكن توري اللي بدأ يضربها بالصح براين بقى كيبكي ويقول بلي هو ما كانش بغي هذا شي يترى ورد كل شي على توري والدي طبعا بليهم باللي ولدهم باري وخاصة أنه براين كان من الدرار اللي هادي ودريفه ما كيبانش على نهائيا شي يحس إجرامي اللي ممكن يخليهم يفهموا على جدار هاكا مورا هاد الاستجواب فما كان من المحققين إلا يطلبوا من براين يوريهم فيه داو أدوات الجريمة حتاش ما لقاوا حتى دليل في مصرح الجريمة وبراين كان متعاون ووراون فيه ندفنوا ذاك الشي وفعلا لقاوا بالمجمل جوج اللي قات جوج تركوات كحلين طوال مع ربعات دي الماس و جوج ماسكات و جوج دي اللي بوت يعني دوك الخضرين اللي كي يلبسوا الفلاحة ايوا مع هاد شي كامل كان أهم حاجة اللي هو واحد شريط فيديو اللي باين عليه باللي حاولوا وحرقوه ولكن وخاكك البوليس قدروا يرجوع منه بزافة المقاطع اللي ما تضراتش وهاد المقاطع ديال فيديو غايكونوا هما أهم دليل عندهم هاد المقاطع غادي تبدأ نهار قبل ما تقتل كايسي اللي فيه غادي يصوروا توري و براين راسهم وهم في الطموبيل وكي هضروا بالتفصيل على كيفاش غادي يمشي ويقتلوا كايسي وخاصة انهم كانوا عارفين غادي تكون بوحدة داك النهار والمصيبة انهم كانوا ذاكرين حتى مات فالخطة ديالهم دري فلت وفلتوا ووليدي الشي علاش مزيين تسمع الوليدك زيد على هاد الشي فشقلبوا في الخزانة ديال براين و توري اللي في المدرسة لقوا بللي فيهم بوستيرات ديالافلام الرعب وخاصة فيلم سكريم اللي هو الفيلم اللي استوحاوا منه هالطريقة اللي داروا باش قتله كايسي فكانوا كاي هضروا هم مفرحانين بلغوا يحقوا واحد الانجاز وغادي ديروا شي حاجة ما عمرت دارت باش يتشعروا زاما كانوا كاي هضروا بواحد مرجسية خطيرة اللي كتبين انهم عندوا بزاف ديال المشاكين نفسية وعقلية و التأثير اللي هو كبير جاي من الافلام عليهم وغادي تحسوا كتر به التأثير فاش غا تعرفوا اش قال براين على كايسي قال بوليت في التحقيق معاه انهم كانوا باغين يسمعوا ديالغوتة ديال كايسي وهي قد تضرب و براين قال بلي كايسي غوتات واحد الغوتة اللي مكنش بحال دوكل الغوتات اللي في الافلام كانت حقيقية وهاتش بحالة خلاه يوصل للمرحلة ديال انهم موصلوا لاش بغاوه رجعوا القضية للفيديوهات فكيف ما اذكرت انهم بدأوا الفيديو نهار قبل الحادثة والنهار الاخر كان في الصباح فاش صوروا كايسي تقول هاي الكاميرا في المدراسة وصوروا راسهم وهم في المكتبة كيحطوا في الخطة الكبيرة اللي غايدروا يوم الحادثة من بعد كان الفيديوهات اللي مصورين هم هم غادي يلدر عند كايسي وكيقولوا باللي عندهم مهمة شاقة حياتش غايقتلوا اصدقائهم انا غتشوفوا قمة السيكوباتية وهربال العقل مورا هكين فيديو اللي كيقولوا فيه انهم خرجوا من عند كايسي مورا ما قتلوها وفرحان انهم دروا الانجاز علاش؟ حتش قدروا يطبقوا نفس القصة اللي في سيناريو الفيلم كيقول براين في الفيديو انه فرحان شاف كايسي والروح تخرج منه وكملوا وجملة فاشطلب اسماحة من عائلة كايسي ولكن بالنسبة ليه كان ولا بود الخطة تطبقه دك النهار وخا كايسي كان ضحية فرع ضروري من التضحيات باش يوصلوا لاش بغام في واحد دقيقة من الفيديو قال واحد فيهم باللي هما عندهم مرض نفسي كتجيهم المتعة بانهم يقتلوا الناس وهنا فين بغاوا يطبقوا نفس الدور اللي كان في فيلم الصرخة فهذه الفيديوهات كيتبتوا ان براين و توري كانوا يخطوا بجوج من شحالة باش يقتلوا كايسي وفي المخطط ديالهم حتى مات كان ولكن ضماج الباطل خرج وبقاتلهم غير الباطالة ذو بزوبي الفيلم للأسف كايسي ماتت ضحيات جوج دراري اللي عندهم اضطرابات نفسية فالبوليس باش يفهموا اش خلي هات الجوج يديرو هاتشي حطوهم في اختبار نفسي وداروا لهم حتى الراديوات باش يشوفوا الاستجابة الدماغية ديالهم القصص الاجرامية زيد عليها البحث اللي الدار على كيفاش عاشوا هات الجوج مع عائلاتهم فغير القو باللي بجوج ترباو في عائلة اللي تابع الواحد كنيسة يعني كبروا وسط الأوامر هما كيسمعوا ان هما خاصهم يديروه ربا عندهم واحد رد فعل عكسي فهو لو كيديروه ضد يلدك الشي اللي كيحاولوا والديهم يربيهم عليه حاجة اخرى عارفوا انهم عندهم هواس بأفلام الرعب والقتيلة وهاذ الهواس ما تدوهاش في والديهم بل يوم باللي حاجة عادية دراري كيتفرجوا في قبلهم القتل والرعب عادي ولكن ما كانوش عافين انه بسبب هاد الافلام كانو كيترباو وحوش قدامهم دبا في التحقيق المحقيقين مع الاعترافات ديال توري و براين في الفيديوهات اللي يلقاوا زيد عليها حتى كنز الاديلة المدفون فهما كيتعتبروا مدني بجريمة قتل من الدرجة الاولى وخاصة ان الفيديوهات كيبينو انهم خطوا قبل لكيفاش غيدروا الجريمة فالتحكم عليهم في 2007 بالمؤبد وما عندهمش لحق يطلبوا الصراح المشروط حتى الدوس 15 عام براين وافق يهدار مع واحد من الناس اللي خدامين في الإصلاحية اللي كينين في الولايات كان محور الهضرة هو على شو كيفاش يحس براسه دابا مراهد شليترا كامل فبراين قال لي باللي هو كان يحس براسه حتى حاجة وما عنده قيمة وما عنده حتى تأثير في هذه الحياة كي كين كي ما كينش هنا في انتك يفكر يدير شي حاجة تخليه كين شي حاجة اللي خارجع المألوف واللي غادي تخلي كل شي يهدر عليها واللي هي قتله واحدة من صحابهم بطريقة اللي ما تنساش فاداك المنطق ديال براين في ذاك الوقت وخاصة انه كان كيعاني من تلاعتهم في الهضرة فادشي خلاه ما ديلش بلاستو بيدراريه فيمكن بلي باللي أحسن حاجة ممكن يدير هي يخرج على المألوف باش يبان بأنه هو عرزع ما وصع صعع وقادر يوصل لأعلى درجات الشجاعة ولكن دابه هو نادم حيتاش خرج على راسه وعلى حياته سلم وراهقة هو السن اللي حساس بزاف وهو العمر اللي كي خلي تركيبة دير الشخص تبدل فهما يطلع الواحد مزيان أو يخلي نفسه عرض الشيحويش واختيارات اللي غا تدمر لي الباقي من حياته ويجي واحد الوقت ويندمع لها كل شي هاد الشي بالضبط اللي وقع البراين وطوري اللي بسبب الإهمال يلوالديهم وزيد عليها حتى دك التنمر اللي كيكون في المدارس وما كانش اللي كيددخل ويشوف الحال هاد الشي كيخليه الحاجة حتى تزيد على خطا حتى النهار فاش كتخر الشي مصيبة اللي ممكن يكون ضحية اي واحد كيف مطرع معك كايسي كايسي ما درتواله كانت بنت اللي بلعب اللي من الأولويات هتكون مسؤولة وما تخليش دار خاوية وهاد الأولويات كلفة تحياتها ومن هنا كنقول لكم حاولوا تفهموا ولادكم واحتياجاتهم وحاولوا ما تخليش ولادكم يشوفوا بزدابة الأفلام والواقائع اللي عنيفة ماشي قاعد دراري صغار ممكن يفهموا ان اللي كي يشوفوا غير تمثيل فاشحال من واحد ممكن ينوضي يطبق أشياء في شي فيلم فمن أحقد و أصعب الحويش في الإنسان هي النفسية اللي في أي لحظة ممكن تقلب النفسيات مجرم ومن هاد المينبار كنقول لكم داري صغار اللي مينر اللي تي تفرجوا فيها إلا شفتوا أن هاد القيصص كتبرزت لكم النفسية كتخلعوا بالليل بدلت لكم شوية من نظرة ديالكم الحياة فناصيحة ملفتكم الكبيرة ما تفقوش تفرجوا فيديوهاتي وفيديوهات هاد المحتوى كامل تفرجوا في شي أفلام الكوميديا الرسوم طومي تجاري سيمبا وأقولوا لي هاد الشراء قديم قديمة مع راسك اللي ما يفرجوا في الخفيف والتحية الناس تسعين الجيل مخضر المضريف أخر جيل درويش كما كيقولوا غير كنتحك معكم أنا نكتب رأيكم كاملين جوفكم فيديو جديد السلام عليكم